رسالة قوية من جماهير النادي الاهلي لكابتن الخطيب ولجنة التخطيق تحياتي لكل اخواتي واخواتي الاهلوية في كل مكان يارب تكونوا بصحة وبسعادة وفي امان انا هيني الشرقاوي ودي قناتي قناتي الاهلوية على اليوتيوب في البداية كلنا شايفين اداء النادي الاهلي المتزبز بالفترة الاخيرة بنوصل للمرمى مئات المرات في كل مباراة حتى المباراة القوية اللي بتبقى فيها خص معنيد بنوصل للمرمى ولكن ما فيش ترجمة حقيقية للفرص اللي بتوتيح للنادي الاهلي او اللي بيتم يعني اتحتها للنادي الاهلي اهدار للفرص السهلة اللعب امام المرمى بيهدر فرصة يعني لا تضيع من طفلا رضيها ومع ذلك بتبص تلاقي ان في لجنة كورة وفي كابتن الخطيب وفي شركة كورة مش شايفين الجماهير النادي الاهلي شايفينه فانا مش مكلف بصفتي ان انا اتكلم عن بلسان الاهلوية ولكن انا اهلاوي من ضمن ملايين الاهلوية في مصر وخارج مصر شايف ان النادي الاهلي ينقصه مرارا وتكرارا ان النادي الاهلي ينقصه باكليفت باكرايت صنع العاب مساك النادي الاهلي محتاج اتنين روس حربة ومع ذلك ادارة النادي الاهلي لا ترى لا تسمع لا تتكلم وهذا الشيء يعني عامل غضاضة في قلوب كل الاهلوية ان كابتن خطيب ده رجل كورة وراجل كان حريف في الملعب وعينه عين خبيرة فما ينفعش ان احنا نجيب بعض اللاعبين اللي اقلب كتير من مستوى النادي الاهلي فاحنا بنطالب ادارة النادي الاهلي ان يبقى فيه عين خبيرة لاختيار اللاعب الجيد بغض النظر انه مصري او اجنبي او افريقي او من قرى اخرى من اسيا ولا من اوروبا المهم ان احنا عايزين لاعب يخلص من نص الفرصة يخلص من ربع فرصة لازم ادارة النادي الاهلي عليها دور كبير وكولر كمان يبقى عليه دور كبير انا فاكر ايام جوزي لما كان بيبقى فيه لعبة بتقفلك الملعب وبترصلك يعني كان فيه فرق بترص الأوتوبيس امام المرمى جوزي كان بيتمرن ازاي ما كانش بيتمرن بطول الملعب كامل كان بيجيب المرمى ويحطه فيه نص الملعب ويحط 22 لعب في نص ملعب واحد بيدرب اللعبة ازاي تلعب وانت في مساحة صغيرة ازاي تستهوز على الكرة وتنقل في مساحة صغيرة ازاي تعرض في مساحة صغيرة يعني سلاح اي مهاجم او اي رأس حربة انه هو يجيب اهداف من فرصة او يصنع لنفسه فرصة المدرب الناجح بيعمل ايه بيذاكر الخرسم بتاعه قبل ما يدخل المباراة الفريق ده قوته ايه ضعفه ايه نقاط ضعفه ايه نقاط قوته يشتغل على نقاط القوة عشان يضعفها ويشتغل على نقاط ضعف الفريق ده عشان يستغلها وكذلك العكس فيه فريقه اشوف نقاط القوة عندي وازودها وانميها ونقاط الضعف ابتدأ قويها واخليها نقاط قوة ده ده المدير الفني الناجح المدير الفني الناجح اللي هو لما يشوف فيه يعني مشكلة او تزبزب في الاداء في اي مركز في مركز اللعيبة حتى ولو بعد خمس دقيق من بداية المباراة يطلع اللعبة مستناش للدقيقة سبعين والدقيقة ثمانين ليه انت عندك خمس تغييرات وعندك لعيبة على الدكة ليه تحبط اللعبة انت لو تدي اللعب ربع ساعة مصف ساعة حتى لو انت مش محتاج له اهله المباراة تانيا ما ينفعش ان انت يبقى عندك نوع من انواع التشبس بالرأي مش عيب ان الانسان ياخد رأي ده وياخد رأي ده وياخد رأي ده وفي النهاية يمشي برأيه بس المحصلة ايه انا عايز لوحة جمالية في المباراة عايز اداء ونتيجة ممكن نتغطى عن الاداء في سبيل النتيجة وممكن نتغطى عن النتيجة في سبيل الاداء لكن لما يبقى مفيش اتنين بس يبقى فيه بتروح للمرمى كتير بس انت مش عارف تجيب جول دي مشكلة ادارة ومشكلة مهير فني واختيارات خاطئة جوزيه ربنا ما سيب الخير كان بيدرب اللعيبة وبيدرب عصام الحضري على كورة تنس بيدربوا كورة تنس كان بيكلف المسؤول عن حراسة المرمى او المسؤول عن تدريب حراسة المرمى ان هو يدربهم بكورة تنس ده من فكر جوزيه لما يعني اي اسلاح للمدير الفني ايه يعني لما تبقى المباراة بتقفلة بيقولك تلات حاجات او اربع حاجات انت تعملهم اول حاجة كرات عرضية بكسافة مع وجود كسيف في الثامنطاشر للعيبة بتجيد ضربة الرأس يعني مش تحطي لي يعني لعيبة صغيرة او قصيرين مع اشباح او مع مع يعني شجر او اشجار او نخل مش هيغمش هطوله كورة فانت لازم لما تيجي تعمل فريق او تعمل يعني تكون يبقى له عناصر اه يبقى فيه موهبة وفيه بتاع لكن برضو يبقى فيه يتسمه بطول القامة كل ده حاجات النادي الاهلي يعني تنقصها يعني ينقصها النادي الاهلي انت دلوقتي عايز تخلص المباراة هتخلصها ازاي بكرة السابتة كرة السابتة من اهم اسلاحة المباراة ده كاس عالم بيخلص بكا يعني بكرة سابتة بفاول من بارة 18 بكورنر يعني لغاية دلوقتي مش عارفين نلعب كورنر النادي الاهلي مش عارف يلعب كورنر تخيل كلها بلونات فين لما بتجيب كورنر كل فين وفين ماينفعش ضربات الجزاء لازم كل تمرينة كورنر يدرب اللعبة على ضربات الجزاء هندور على علي معلول وهو غايب لازم كل اللعبة بشكل يومي بعد التأسيمة كله يشوت ضربات جزاء حتى عارس المرمة تدربه ان هو يشوت ضربة جزاء بتاول حاجة انت بتنمي عنده بوهمة الشوت وتاني حاجة ان انت بتعمله ثبات فعالي بتقوله انت هتشوت انت متمرن على كده مش حاجة هتبقى جديدة عليه زي ما واحد مثلا صوته حلو بيغني لكن عمره ما غنى قدام حد اول ما هتمسكه المايك وتقوله غني صوته هيطلع وحشة لكن لو متمرس هيطلع عادي هيغني لك نفس الامر بيبقى لعب كرة القدم عنده المفروض يبقى فيه ثبات فعالي يشوت امتى ويوقف امتى ويسدد امتى ويبص امتى كل دي حاجات شغل المدربين وتبقى فيه موهبة بس المدرب هو اللي بيطلع الموهبة من اللي هاته كرة السابتة ما بنستغلهاش الشوت من بره 18 مفيش العرضيات كلها مفيش انك لازم تبقى ترسم سيناريو كمدرب انا لو انطرد من عندي لاعب اعمل ايه اعمل ايه لو انا انطرد من عندي لاعب في بداية المباراة طب لو انطرد حارس المرمى طب لو دخل فيه هدف مبكر كل دي سنة الريوهات المفروضة انت تبقى اعمل حسابها قبل ما تدخل للماتش وتبقى مذاكر الخصم بتاعك كويس كلها للأسف ما بيعملش كده فيه مشكلة يعني بيتقاسم يعني المشكلة صنع المشكلة يعني مش عارف هو لي بقى حاول انطق الكلام لكن قدرت النادي الاهلي فيها مشكلة كتير من ناحية اختيار اللاعبين علشان يبدول بيبقوا ادوات في ايد مين في ايد المدرب لما تديله الادوات كلها واللي هو عايزه ويجي تلاقي تقصير هو يقولك بس انت ما جبتليش المهاجم اللي انا عايزه ده مودست ده مش من اختياري ده احنا جبناه كده يعني سندوتش بس ما ينفعش الكلام ده في النادي الاهلي الكلام ده ما ينفعش في النادي الاهلي احنا محتاجين لعيبة تياكل الملعب احنا محتاجين لعيبة تقطع نفسها في اللي اللي بيلعب اللي بيشوكه السكينة ده ما يلزم دهش اي لاعب بيلعب بشوكه السكينة انا عايز اللاعب يطلع اختشارتي بتاعه يبقى اسود لون اللون التشارتي اللي انا لابسه ده هو تشارته احمر النادي الاهلي يطلع اسود من النجيلة والطين والقرف والبتاع في الملعب ده اللي أنا عايز اللعبة كده عايز اللعبة بتتمرمط أنا عايز لمرمطانات في الملعب عايز لعبة شغالة مش لعبة تباصع الواقف لا يا حبيبي باص وطلع خد مكان هو اللي بيخلخل الدفاع اللي بيخلي الدفاع اللي قدامك حتى لو كان بترصص أن أنت بتلعب الكرة ما بتقفشت تستنى كرة تجيلك تاني الألعب الكرة واطلع فضي مكان فضي مكان أنت المكلف وإحراستك مش هيعرف يستمر معاك ان انت ده بيباص ويدور على مكان فاضي يقف فيه طول ما فيه حركة في الملعب والكرة دايرة انت هتخلخل اي دفاع الكرات السابتة الكرات العرضية التزديد من خارج الثمنتاشر كل دي اسلحة النادي القالي بيفتقدها للأسف انت محتاج صنع ألعاب ومحتاج حد يخلص لك من ربع فرصة هل الكلام ده لجنة التخطيط ما تعرفوش اشك في كده اشك انا بتمنى من كابت الخطيب بصوت الاهلوية يعني انا يعني يمكن مثلا تسعين في المئة من الاهلوية تفهم مع كلامي ان النادي الاهلي محتاج لعيبة تبقى على قد المستوى ده غير اللعيبة اللي بيتم اعارتها وبتطلع تتصاب بره وانا والله قلت قلت فيه لعبتنا الجيدة الحلوة ده المفروض نتمسك بها ونطلع الواحش اللي احنا اللي احنا شايفين وحش والجمهور كلها شايفين وحش لكن تطلع الكويس وتخلي الواحش يطقل الواحش يقعد عندك ما يعملش اي حاجة وكويس لطلع يتصاب بره ده دي دي مصيبة وطامة كبرى لجنة التخطيط محتاجة فلترة محتاجة فلترة محسن صالع مع احترام الكبير ليه والله العظيم والله العظيم فكره مش فكر يعني راقي خالص مش فكر في مصلحة النادي الاهلي خالص احنا بنتمنى بنتمنى عاود السيد عبدالحفيز بنتمنى من قلوبنا عاود السيد عبدالحفيز بس كابتل خطيب مش هيرجعه كابتل خطيب مدى بتخذ قرار هو لجنة التخطيط مش هيرجعه فيه ويقوله ويبينه للناس ان هما غلطانين لا بس هما غلطانين كابتل خطيب غلط لما قطاح بكابتل السيد عبدالحفيز كابتل خطيب غلط لما جاب حسام غالي في لجنة التخطيط ماينفعش الكلام ده احنا محتاجين وقفة لان العين بصلنا والناس بتتصيد الاخطاء تعادل مع سموحة فتح عليك ابواب والناس فان الاهلي هو ده على الرغم ان سموحة ما عملش حاجة غير انه بيدافع ده حتى رئيس النادي طالع على نعم بابسوط باللقطة اللي خدتان من النادي الاهلي حتى احمد سامي اللي فتح الملعب على منصرعي امام الزمالك قفل قدام نادي الاهلي علشان ياخد نقطة ولكن في المحصلة ان النادي الاهلي معرفش يفوز على سموحة لكن النادي الاهلي محتاج لكشة لعيبة على مستوى عالي ولعيبة جعانة كورة ولعيبة مرمطة ناط لعيبة تتمرمط في الملعب مش لعيبة تشتغل بالشوكة والسكينة لا انا عايز لعيبة رجالة بمعنى كلمة رجالة مش المعنى الدارج للرجولة ما كلنا رجال انا متكلم على ايه ان انت وبقى عندك قلبك اتنوت نفسك في الملعب زي اكرم توفيق ما بيعمل وطبعا اكرم توفيق ما عرفش طلع من القيمة بتاعة المباراة القادمة ولكن في النهاية ده قرار فني علينا نحترمه ولكن كولر لو استمر فيه اللي هو بيعمله ده مش هتطور في المدى الاهلي احنا مدعمين كولر ومع كولر ولكن ان دي الاهلي محتاج وقفة جدة مع النفس اسف جدا للاطالة كان معكم اخوكم هاني الشرقاوي ما تنساش يا خوية حبيب اللي هو تدعمنا بلايك وشاري الفيديو اول مرة تشوفني اول مرة تخش خناتي تشترك في القناة وتفعل زر جرس وتختار كل الاشعارات عشان ما تفتكش الفيديو بينزل على قناتنا وقناتكم قنات كل الاهلوية الاهلوية على اليوتيوب بشكركم مرة واثنين وثلاثة وعشرة كان معكم اخوكم هاني الشرقاوي والسلام عليكم